وعندما سأل البعض القديس غريغوريس النصصي قل لنا يا أبانا من هو الإنسان الذي حقق العشق الأخير من هو الإنسان الذي لم يضل ولم يغب عليه كيف يحيى في حياته من هو الإنسان الذي لم يخدعه الشيطان فعلا تألى فعلا صار إلى ما اقتقاه آدم وحوار قال لكم مثال في العهل القديم إنه موسى لذلك ترتل الكنيسة إن هذا الألكن اللسان لما انحجب في الغمام الإلهي عرف المعرفة الحقيقية عرف المعرفة الحقيقية وعاين بعينيه الموجود نحن نعاين اللاموجود نحن نعاين مالا نعاين مجدا حين نسعى حين نحقق نعاين تحقيقات في حياتنا كل ما نعاينه في الحياة زائد ما يجب أن نعاينه وسوف نعاينه يوما ما إنه الوحيد الموجود إنه الله وكيف نعاين كما عاين موسى إن من لا يعيش في الغمام لا يستطيع أن يعاين الله والغمام يا أحبة بالخلاصة هو الكنيسة في أصوامها في عباداتها في صلواتها إن من يحيا كنسيا في الكنيسة وفي البيت وفي العمل يحيا كنسيا يحيا في هذا الغمام الإلهي في البر الإلهي هذا يستطيع أن يعاين الله ويوم العنصرة انسكب الروح القدس على التلاميذ بشكل نار والنار هي صفة الإلوهية صفة القوة صفة الحياة هكذا يحيا الإنسان هكذا يعاين الموجود حين يحيا في الغمام غمام التقوى والعبادة والحياة البارة فيسكب عليه المسيح من روحه القدس هو صلاة تقوى إيمان بر وحياة آمين